أنا عايزة أقول لك حاجة يا دكتور يعني أنا كمان وقفت عنه هو مش بس الكتاب لكن بدأت كمان محطات أمريكية تعد تشرح وتقول ويقولوا أنا عجبني إحنا ليه ما تعلمناش زي المصريين يعني إذا كنا إحنا بنشوف أنه العالم بره تعلم وسبق لكن هو دلوقتي بيرجعوا بأنه طريقة المصري القديم هي أسهل وأبسط لتعليم الحسابات يعني هما بيعيبوا على العالم من ناحية التعليم أنه إزاي ما تعلموش بالطريقة المصرية ما أنا أقول لك المصري تعامل والمصري مش ليفلز يعني مش طبقات يعني حضرتك قبل الحالك بتقول أنا كنت تعلم رياضة فحضرتك عارفة أنك لما درستي درستي إيه مثلا مرحلة وبعدين كبرت وبعدين ابتريتي تتعاملي لكن إنتي لما تتعامل دلوقتي بنتعامل من خلال الكالكوليتور بنتعامل من خلال كان دايما وإحنا صغارين في المدارسة يقولي هتألى حزب أو في الجامعة دي بيقى موجودة ما تدخلش من غيرها المصري القديم ما كان كان بيبدأ يعلم إزاي بقى يعلم الطفل الصغير إزاي تحسب السنين خلي بقى من أول حاجة كان يتعلمها إزاي تحسب حسابات السنين والتقويم ده كان مهم جدا التقويم المصري يسير على نمط العالم بيتعلمه أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة الفلاح المصري الفصيح حافظ المواسم بطريقة المصري القديم طب أقول لحضرتك حاجة تيجي نقولي الشهور كده بسرعة في دقيقة توت هو شحوتي ده وفيقولي الفلاح عندنا فصي توت رأي ولا فوت بابا موكب أمون بابا اقفل بالضرب عشان الشتاء دخل هطور دي هتحور ربة الحصاد هتحور الدهب منطور الأمح كياك ده وقت الحصاد وقت الأمح ما بتبقى بذوره لونها الدهب بتبقى لسه رزوم الدهب كياك كاحر كا عيد ميلاد الأرواح كياك ده بتع الشتاء لا كياك ده صباحك مساء اتولد فيه عند المصري أزريس صح طوبة الحنطة طوبة الشابة كاركوبة مخير كل خاف الهيروغليفي اتقلبت شين في القبط الخاف بقت شين ما خلي بحث لان ده هنقوله في المثال مخير بقت مشير بقت أمشير زعبيبه كتير برمهات ببرئ من حطر روح الغطوهات برمودة اللي احنا فيه لا احنا عدنا عدنا شوية لا احنا دلوقتي ببشنس هننقر على الصيف هننقر على الصيف بشنس هاقول لها حياتك لين بشنس احنا عندنا ذكرى حلوة قوي كمان كم يوم حاولها دلوقتي يقوله برمودة دق عمودة ابتدى يبزر بشنس الشين كانت خاه بقيت بقى خنسه خنسه ده معبود مصر في الصعيد بشنس يكنس الارض كنس احنا بقى المناسبة لبشنس واحد ستة وفقا لحسابات المصريين واحد ستة 24 بشنس سيد المسيح عليه السلام دخل مصر اه الله دي ذكرى كبيرة طيب بعدين جيلي بقونا بقينة عيد الوادي عند الفرعنة حضرتك تلاحظي في نص ستة التاني ان النيل معكر صح ليه يقول الناس بقى اللي بيكروف السياسة يقولك لا مش لا ده بقونا حجر تنشف مية على شجر ايوى صح لان المية بتنشف طب شفت العلم ده انا نفسي العلم ده يبقى مدرس يعني يبقى بدل من نشوفه في كتب للخواجه زي ما قلت او للغرب يبقى مدرس لأولاد ترجمة نانسي قنقر